تتسع الاشتراطات كلما زادت التنازلات معادلة تحكم مسار المفاوضات الجارية في اليمن فالمباحثات الراهنة التي تتوسط فيها سلطنة عمان تعثرت بسبب تعقيدات جديدة بحسب وكالة دولية أعادت سبب التعثر إلى مسألة صرف المرتبات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحثيين حيث نقلت وكالة الأنضول عن مسؤول حكومي قوله إن الحوثي اشترط صرف رواتب عناصره ومقاتليه وفق كشفات العام الحالي 2023 وهو اشتراط جديد حيث كانت الحكومة قد وافقت على صرف الرواتب وفق كشفات 2014 كانت ميليشيا الحوثي قد امتنعت في نهاية 2016 عن صرف المرتبات للموظفين في مناطق سيطرتها متعذرة بنقل البنك المركزي إلى عدن وفي 2022 طالبت الميليشيا بصرف المرتبات من عائدات النفط بعد هجمات شنتها على المنشآت الاقتصادية في المناطق الجنوبية وعلى مر سنوات المفاوضات كسب الحوثيون العديد من الامتيازات بدأت بوقف عملية تحرير ميناء الحديدة نتيجة اتفاق سوكهولم نهاية 2018 لتأتي هدنة أبريل 2022 فاتحة مطار صنعاء وميناء الحديدة أمام الحثيين سيرة التنازلات أدت إلى اعتراف سعودي غير معلن بكيان الحثيين بعد زيارة رسمية للسفير السعودي آل جابر إلى صنعاء قالت التسريبات حينها إن الرياض مستعدة لعقد صفقة تتضمن حماية أمن حدودها رفع سقف المطالب سياسة معهودة من قبل ميليشيا الحوثي بهدف نيل مكاسب جديدة خصوصا وأنها تتوقع الاستجابة لاشتراطاتها لكونها تدرك حرص السعودية والحكومة على بناء تسوية سلام السلام الذي تخسر اليمن بسببه سيادتها وكرمتها